السؤال الأول عندي A نائس B يساوي 4 و A ضرب B يساوي 7 أوجد A مربع زائد B مربع يساوي قديش طبعاً A مربع زائد B مربع في قانون إذا معي A نائس B هو A نائس B على قوس مربع زائد 2AB A نائس B هي 4 مربع زائد 2 ضرب 7 يعني 16 زائد 14 فالجواب يكون 30 السؤال الثاني إذا كان عنا A زائد B A زائد B يساوي 8 و A ضرب B يساوي 5 أوجد A مربع زائد B مربع ساوي قديش عنا قانون A مربع زائد B مربع إذا كان معي A زائد B هو A زائد B على قوس مربع مائس 2AB A زائد B هي 8 مربع مائس 2AB يعني 2B5 8 مربع 64 مائس 10 يعني الناتج 54 سؤال رقم 3 عنا A زائد B يساوي 12 A ضرب B يساوي 11 يعني أوجد القيمة المطلقة ل A نائس B يساوي 10 كيف يساوي A نائس B بدلالة A زائد B من خلال القانون A نائس B على قوس مربع يساوي A زائد B على قوس مربع نائس 4 أضعاف AB أولا A زائد B يعني أوجد 12 مربع نائس 4 ضرب 11 يعني 144 نائس 44 فبستنتش أنه A نائس B على قوس مربع يساوي 100 فبالتالي جزر A نائس B مربع هو القيمة المطلقة ل A نائس B يساوي جزر المية يعني 10 سؤال رقم 4 عمنا A مربع زائد AB يساوي 7 وAB زائد B مربع يساوي 2 ده يعني أوجد القيمة المطلقة ل A زائد B مبين معناه أنه نحن لازم نعمل عملية جمع للمعادلتين يعني بيصير معي A مربع زائد 2AB زائد B مربع يساوي 7 زائد 2 بالطرف الثاني هي عبارة عن مطابقة تربيعية هي A زائد B على قوس مربع يساوي 9 بالزرع الطرفين فبصير معي القيمة المطلقة ل A زائد B جزر A زائد B مربع هو القيمة المطلقة ل A زائد B وجزر التسعة هو ثلاثة سؤال رقم 5 لدينا قيمة المطلقة ل A زائد B يساوي 70 و A ب A زائد B يساوي 30 ده يعني أوجد القيمة المطلقة ل A زائد B يساوي أدي أولا تحقيقية هلأ بيصير معي بي مربع مائس AB يساوي 70 مثلا ، هون و اه ، فإن أقول إنه هون A مربع مائس AB يساوي 30 إذا فودت الآية لهون فودت الآية لحون فودت الآية لحون هلأ بيجمع المعادلتين بيصير معي A مربع مائس 2AB زائد B مربع يساوي 100 ما نعطى هات بيصير A no S B على قص مربع يساوي 100 ما نعطى القيمة المطلقة ل A no S B بالجزر هو جزر 110 سؤال رقم 6 عندنا X مكعب زائد Y مكعب يساوي 12 X ضرب Y يساوي 2 أوجد X6 زائد Y يساوي قديش X6 هي X3 وال2 Y6 هي Y3 وال2 هي X3 زائد Y3 على قص مربع نعطى 2 بX بY بX3 بY3 إذن الأول الثاني هو X و 3 X و 6 كتبت X و 3 و 2 حسب خواص سوقيوه X و 3 زائد Y و 3 هي 12 ناقص 2 ضرب X ضرب Y و 3 يعني 2 و 3 طبعا هون عندي 12 مربع يعني بصين معي 144 ناقص 8 ضرب 2 2 و 3 و 8 و 2 و 16 فالناتج 144 ناقص 16 يعني 128 هذا الناتج النهائي هو 128 سؤال رقم 7 عن X فاصلة Y بينتمي لمجموعة العداد الحقيقية الموجبة 4X مربع ناقص 9Y مربع يساوي 13 بده يعني اوجد قيمة X 4X هلا الـ 13 هو عدد اولي فهو 1 ضرب 13 هون عنا نحنا مطابقة تربيعية هي 2X ناقص 3Y 2X زائد 3Y وكونه X و Y بينتمي لر موجب فنبين انه الطرح هو العدد الصغير والجمع هو العدد الكبير فبسنتج انه 2X ناقص 3Y يساوي 1 و 2X زائد 3Y يساوي 13 بجمع المعادلتين بسيما 4X بتروح 3Y مع 3Y يساوي 14 معناته X يساوي 14 على 4 يعني 7 على 2 سؤال رقم 8 عندي X زائد 1 على X يساوي 9 دياني اوجد X أس 4 زائد 1 على X مربع يساوي 10 بوزع البسط على المقام بالشيء مطلوب يعني بيصير معي X أس 4 على X أس 2 يعني X أس 2 زائد 1 على X أس 2 هلا هاي طبعا فين يكتبه أنا 1 على X قصة 2 يعني بيصير معي حسب القانون هو X زائد 1 على X على القص مربع ناقص 2 بالأول بالتاني X زائد 1 على X هي 9 مربع ناقص بتروح X مع X بصفة 2 يعني 81 ناقص 2 يعني 79 النتج نهائي هو 79